السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع وهاتف هو جديد بس أنا تأخرت مراجعة أكيد لكن أخذ وقته يعني مش هنعطيكوا رأيي من الآخر هذا هو الهاتف هواوي بيورا 70 أولترا وقبل نبلش نتذكر أخواننا في فلسطين في السودان في كل مكان بيعانوا من الظلم والاضطهاد ندعي لهم أنه الله ينصرهم الله يثبتهم الله يقويهم الله يقدرنا احنا كمان نكون جزء من المساعدة اللي نساعدهم فيها أول إشي بدي أحكي فيه أنه تغير الاسم إحنا متعودين على فئة البي من هواوي الهواوي آخر واحد بي 60 برو صح؟ طب البي تحولت هون لبيورا والهدف هون إنهم بدهم يبدأوا فصل جديد يعني بتحس هواوي عن جد لسا بدت تبلش نقول جديد أو بدت تكمل بإشي جديد فصل جديد لهاتف لبيورا مني بيوريتي بيوريتي يعني النقاء الصفاء طبعا فيه أشياء ثانية قصدهم فيها ولكن هم هذا الهدف تباحهم عندهم إشي جديد فصل جديد هواتف لما بتحكي عنها تتعلق بالفاشن تكون إشي فخم إشي جميل إشي مرتب وإشي قوي وبالذات بالكاميرات فلذلك تغير الاسم هل تغير الاسم بأثر أثر علي؟ أنا لا بصراحة يعني ما عندي مشكلة هذا الجهاز قبل ما تحضر كل المراجعة إيش أنت بتتوقع تسمع مني؟ رح أحكي لك رح أحكي لك أنه فيه كاميرا من أقوى الكاميرات اللي جربتها فإذا أنت بتدور على هاتف عنده كاميرا قوية عن جد بالذات بالتصوير فوتوغرافي أنا ما بحكي فيديو أسا بحكي تصوير فوتوغرافي هذا الهاتف رح يقدم تجربة مش عادية خرافية بس بدك تكون فهم وعارف هواتف هواوي إذا أنت ما عمرك جربت هواتف هواوي وما عمرك عرفت المشاكل عشان موضوع الحذر لازم تكون فاهم إنت وين رايح إذا فاهم إنت وين رايح وبتسألني إيش طب فيه ميزات خلينا أشتري أول ميزة الكاميرات الميزة الثانية عنده شاشة ما بتنكسر الميزة الثالثة عنده بطارية خرافية الأشياء اللي ممكن ما تخليك تشتري ممكن السعر موضوع برامج جوجل تعارفين فخلنا أستاعي هاي المقدمة هسا نحكي تفاصيل أول شرح أحكي عن التصميم التصميم يعني أنا أجتني مشاعر مختلفة بتطلع على الجهاز الجهاز عن جد فخم بتطلع على الديتيلز اللي بالجلد وموضوع اللي هو الستيري بيتر ديزاين اللي هو النقشات اللي بتشبه نمط النجوم على ظهر الجهاز وموضوع انه الشاشة مش فلات وأيضا مش كيرفد مش كتير منحني لدرجة انه مؤذي عندها إنحناءة بسيطة من كل مكان أعطاها مسكة خرافية وأعطاها شاشة بدون حواف يعني اشي عن جد عجيب فمسكة الجهاز الخرافية ولكن نرجع لجزيرة الكاميرات أنا حاسس إنه جزيرة الكاميرات مش أكثر جزيرة بالنسبة لي هيك متوازنة حلوة مش حلوة يعني في مشاعر متناقضة هون بقدرش أحكي إنه هاي أفخم جهاز أنا مسكته لكنه جهاز فخم طيب بدي أعطيكو بس أرقام عشان نقارنها مثلا مع الجالكسي الـ S 24 ألتر بالنسبة للجسن طول جهاز الهواوي 162.6 مليمتر السامسونج 162.3 مليمتر هذا الطول غريب صح؟ أنا حسيت إنه السامسونج أطول بكثير عرض الهواوي 75.1 مليمتر أما السامسونج عرضه 79 مليمتر أعرض بكثير سماكة الهواوي 8.4 مليمتر السامسونج 8.6 مليمتر فهو أنحف وزن الهواوي 226 غرام وزن السامسونج 232 غرام لما أمسك الجهازين بإيدي بقدر أحكي لك مباشرة اللي ما بحب الأجهزة الكبيرة سامسونج إحساسه كبير بالإيد هواوي مع أنه الأرقام بتحسن متقاربة مسكته كثير مريحة لكن مثلا سامسونج من الخلف مستوي كل إشي فعلى مستطح مستوي بتتحكي فيه ببساطة هنا على سطح مستوي هيكون فيه الوابلينج الرجرجة بس بعرفش إذا بأثر عيك ولا لا لكنه موجود الكاميرا بتطلع طبعا يعني هحكي عنها إن شاء الله لما تكون حاطوا على سطح مستوي تشغل الكاميرا رح يرفع الجهازي شوي بتنسوا على صوت الميكانيك الحلو هذا عكل حال أنا محتار من وضوع التصميم مش قادر أحكي لك إنه والله أفخم جهاز مع أنه فخم يعني بطريقة غريبة يعني حتى الكفر طبع اللي أعطونا إياه بالعلبة هذا الكفر مرتب شكله حلو جيزاين هيك مختلف أبدو تساعدوني عن جد أنتوا شو رأيكم أنتوا شايفين الجهاز هذه المسكة تخيلوا فالمسكة رهيبة فيه إحساس لما تمسك الجهاز هذا يمكن صعب أشرحه هذا بتجربه بتمسكه بإيدك بتعرف الإحساس روح على أي معرض هواوي شوف الجهاز موجود ولا لا جرب المسكة ولازم أذكر أنه عنده معيار الـ IP68 هذا إشي كتير ممتاز مع أنه عنده إشي ميكانيكي متحرك عنده كاميرا بتطلع وبترجع من جسم الجهاز فهاي صعبة لكن وجود الـ IP68 إشي ممتاز طبعا عنده شحن لا سلكي لأنه أصلا فلاكشيب ومش شحن لا سلكي عادي لا 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 عنده شحن لا سلكي 80 واط وعنده شحن عكسي لا سلكي 20 واط وشحن عكسي سلكي 18 واط كيف يعني السلكي يعني بتشبك كابل فيه والكابل في التليفون الثاني بيشحنه 18 واط يعني باوربانك على كل حال الشكل يعني أنا محتار بالشكل ساعدوني بالشكل هسا بدا له أحكي مباشرة عن الكاميرات لأنه يعني الكاميرات إذا ما أعجبتك الكاميرات وما خلتك تشتري هذا الجهاز ما فيش إشي ثاني حيخليك تشتري هذا الجهاز من الآخر فخلينا نحكي عن الكاميرات أوش نحكي عن الكاميرا المتحركة الريتراكتابل كاميرا تطلع وبترجع بس تشغل رح تتقدم بضع مليمترات بس تسكرها بترجع هاي مش كاميرا عادية مش بس هنا بتتحرك وهاي الحركة عملوها عشان حطوا حساس كبير واحد إنش من أكبر الحساسات إذا بدو حطوه على الجهاز بدو زيد سماكة الجهاز فهم حكوا يا عمي منوفر بسماكة الجهاز منخلي الكاميرا تطلع لبرة وهيك بيكون في مساحة ليدخل الضو على الجهاز من غير ما نخلي السماكة أعلى فأنا عنا حساس واحد إنش وكاميرا خمسين ميجا بيكسل لسه مش بس هيك الفتحة متغيرة من F1.6 ل F4 راح تفتح وتسكر معك يعني هذا هارد وير متعوب عليه عن جد كمان هذا السنسور عليه سنسور شيفت OIS في تثبيت البصري كيف بيتم بيحركوا الحساس في عدة اتجاهات بحيث تقدر تحافظ على الصورة اللي بدك إياها مثبتة نرجع لموضوع إنك تفتح وتسكر الكاميرا حتقول لي يسزار بما إنه هذا ميكانيكل يعني له عمر الشركة بتوعد إنه أنت تقدر تفتح وتسكر هاي الكاميرا ثلاثمائة ألف مرة رقم كثير كبير لو نفترض أنك حتستخدمها وتفتحها كثير كثير وكل يوم برقم معين ثابت ممكن عادي كفيك خمس سنوات ست سنوات فالرقم كبير أنت ما راح تفتح كل يوم ميت مرة عشان بس يعني نحسبها صح كمان ضافوا لهاي الكاميرا تقنية من هواوي هواوي الاكس تي الموشن انجن هاي التقنية راح تخلي هذا التليفون يستطيع إنه يجمد الحركة لما تصور أي إشي بتحرك ممكن يجمده ويصوره بتحسك إنه ما كان يتحرك بالمرة بقدر يصور بسرعة ثلاثمائة كيلو متر بالساعة بتخيرين؟ يعني لو عندك مجموعة حمام تكون تصور فيهم حتثبت أنا مسكت نبته وبلشت أحرك بإيدي بسرعة وأصور قدر يطلع الصور ثابت زيك إنه فعليا النبته ثابته أو تصور سيارة سريعة حيكون الموضوع الموضوع غريب والتقنية هاي رهيبة للناس اللي بتحبت يعني أنا صورت كتير شغلات من ضمن مثلا المي وقفت المي جمدتها أنت بتقول لها بايش تستفيد منها؟ إلها كيسز خاصة ستقوني ممكن إيه تتجرب وتصور حتستغرب قديش قدرة هاي الكاميرا بينها تجمد الحركة هاي واحدة من مزايا الكاميرا وهم ميزة إنه الصور اللي بتطلع خرافية الصور اللي بتصورها بهذا الحساس 50 ميجا بيكسل رائعة جدا جدا الواحد إكس اللي هو الكاميرا العريضة العادية الصور الرائعة الألوان قريبة من الطبيعة يمكن هتحس إنها مش كتير ساتشوريتد مش كتير مشبع بالألوان زي سامسونج لأنه هم أخذوا منحة إنه بدنا نطلع صور قريبة من الطبيعة وهذا اللي بتاخده الفوكس رائع جدا الدايناميك رينج ممتاز الكاميرا الأساسية ممتعة لأبعد الحدود يمكن هيك مش معطيها حقها بالوصف فأنا بس لو عندهم هاي الكاميرا لحالها فقط أنا بحكي إنه هذا الجهاز عنده تصوير فوتوغرافي بنافس أي فلاكشيب موجود بسهولة إذا ما بتفوق أنا هاعمل إن شاء الله يعني بدي أجيب هاي السامسونج وهي الآيفون بدي أعمل مقارنات مع هذا الجهاز أعتقد إنه هاي الكاميرا راح تتغلب هتقول لي السامسونج وعنده زوم وما زوم لسه ما حكيت عن زوم استنى شوي ما أنا جرنا سيرتو زوم برضو عنده كاميرا تزوم خمسين ميجا بيكسل الفتحة تبعتها F2.1 البعد البؤري لل عدسة تسعين ميلي متر شوفوا أوكي في عنا تليفونات بعطونا 100X وفي تليفونات 120X وفي تليفونات 200X يمكن هذا بعطينا 200X لو بنا نعمل ديجيتال زوم إنسالي كل هذا الميت اكس أنا دايما إذا بتتابعوني كويس بحكي لكل هذا الميت اكس والخمسين اكس يعني هو موجود يمكن للتوثيق مش لصورة كل يوم استخدمها دايما كنت أحكي ركزه على 10X تحت وهواوي عملت هيك بالضبط لحد ديت 10X رح تعطيك صورة حلوة مقبولة تستخدمها في كل مكان وال10X اللي عند هواوي يمكن 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 أفضل 10X شجربتها بس خلي هذا يعني التعليق يعني محله هون مناش ناخده 100% لما أروح أصور محا دول الأجهزة الثانية وأخذ العشرة اكس ببين معاي 100% بس أنا من اللي شفته بعيني العشرة اكس اللي هون ممتازة للثلاثة فاصلة خمس اكس اللي هي قدرة الزوم الأساسية ممتازة اثنين اكس ممتاز الزوم اللي هون إذا استخدمت به هاي طريقة رح تاخد تجربة رهيبة بدك تضيف كمان إنه عندها ميزة يعني رائعة جدا أنا فكرت إنه ما رح أستخدمها هاي الكاميرا بتقلب سوبر ماكرو سوبر ماكرو بتقدر تعطيك خمس وثلاثين اكس تقريب حتقول لي عادي جربناها ومشملهاش جودة عالية شوفوا الصور عندها تشوفوا الصور الصور اللي أخدتها رهيبة التقريب اللي بيعملوا رهيب بعض الأحيان بيقلب مايكروسكوب عندها الكاميرا بتقلب مايكروسكوب بيشوف لك الأشياء التفاصيل اللي عينك ما بتشوفها أنا ما بدي تستخدم كمايكروسكوب على الأقل تقدر تستخدمها تصور بعض اللقطات مع الورد مثل الصغير بيصور لك الورد بطريقة حلوب وبيعزل اللي خلفها بتطلع صورة احترافية فممكن تستخدمها هدولت ثلاث كاميرات الكاميرا الأساسية وكاميرا تزوم والمايكروسكوب أنا جدا أعجبوني جدا استمتعت وأنا بصور هل بنصح تشتري هذا الجهاز إذا هاي الأشياء بتهمك رح يقدم لك مطعة تصويرية رهيبة الكاميرا العريضة موجودة ما حستها ما أعطتني الإحساس هذا اللي أخدته من الثلاث كاميرات اللي حكيت لك عنها ليش؟ كاميرا عريضة ألوانها كويس دانامي كرينج كويس يعني زيها زي المنافسين ما حسيت إشي سبيشل أما الأساسية والزوم أعطوني تجربة مختلفة حتى الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل هي عادية بس أعطتني عرض كويس أعطتني ألوان حلوة عزل ممتاز وعندها قدرة تصور فيديو 4K 60 فريم يعني هذا كتير إشي ممتاز التجربة التصوير الفوتوغرافي من هذا الجهاز كانت رائعة جدا جدا وأعتقد أنه هو ينافس أي جهاز موجود في كل السوق وهواوي أبدعت بهذا الجهاز أبدعت بالكاميرا بضلعنا موضوع الفيديو موضوع الفيديو ما بحكي لك أنه بنفس الواو إفكت اللي أخدته من الكاميرا التصوير العادي حلو الفيديو خياراته كثيرة لكن يمكن ما يكونش أفضل من المنافسين حيبين معاي إن شاء الله في الأسبوع القادمة لكن هفرجيكم فيديو هسا هفرجيكم أنا صورت الفيديو وشوفوا هتشوفوا جودة ترضيكم تماما بس ممكن ما تحطوا على طب مع أنه على DXO Mark هذا الجهاز أخذ أفضل تقييم أنا بالعادة DXO Mark يعني بأخذ الرقم منه بس ما بأعتمده 100% ولكن مع تجربتي للجهاز والرقم اللي أعطوه DXO Mark حسيت أن هم سادقين المراهي لأنه عن جد تجربة رهيبة التصوير الليلي هون رهيب مش على عدسة واحدة على عدسات كلها التصوير الليلي ممتاز جدا تعالوا نشوف الفيديو السلام عليكم أصدقائي الكاميرا الأمامية تصور كل أنواع الخيارات الذين بدكيئها حاليما أصور فل اجدي اتوقع 60 أو 30 فيلمش بتأكد ولكن عريض على الزاوية العريضة هذه هي الزاوية العريضة الآن سأذهب إلى 0.8X و سأذهب إلى 1X وأصور ما رأيكم؟ تثبيته كل شيء هناك خيارات كثيرة لساتنا بالكاميرا الأمامية نحن نرى هذا 4K 60 فريم لكل ثانية نحن نطلع على الدرجة الكهربائية أعتقد إمكانيات هذا التليفون في الكاميرا كثير قوي وأنا سعيد أن أعطونا هذه الخيارات على الكاميرا الأمامية 60 فريم 4K 4K وأيضا عريض كثير على الزاوية 0.8X 1X خياراتك كثيرة 0.8X 0.8X أصدقائي هذا الفيديو فعلت التثبيت ولكن تفعل التثبيت خيارات كثيرة تختفي فأنا أريد أن أردت تختفي كيف ونرى كيف لا أريد أن أردت تختفي حاليا 0.8X 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 0.9X 0.8X الصوت الديناميك رينج عندي شغل كثير لحتى اقدر احكم على الكاميرا واضح ان الكاميرا هنا هي اهم شيء بهذا الجهاز اللي بديشتر هذا الجهاز كنا عارف انه شريع شان الكاميرا هذا 4K 60 فريم اذا تعمل 2x ترجع زوم تقدر تعمل اكثر من نوع زوم خياراتك كثيرة جدا تقدر تروح للعشرة اكس انا بصور فيديو عشرة اكس هاي العمارة بيانت يرجع 1 اكس شو رايكو انصدقائي وهي الشمس تشوف دايناميك رينج شكرا جزيلا سلام وصلا الله وبركاته هسا بدي ارجع للشاشة ما حكيتش عن الشاشة صح؟ الشاشة هون متعة في متابعة المحتوى متعة في الاستخدام متعة في النظر اليها بشكلها بالحواف تبعتها شاشة رائعة يعني هواوي بصراحة غريب هواوي بتخليك انه قدم عليها حضر وقدم عليها ضغوطات لسه قادر تطلع اجهزة تعطينا شعور اللي واو حد الان الشاشة 6.8 انش سطوح 2500 نتس يمكن مش افضل ارقام في المنافسين ولكن رهيبة الشاشة عن جد رهيبة اكثر اشي بميزة كمان موضوع اني ما بخاف عليها لا من خدش ولا من سقوط محمية محمية من كريستل ارمر كوندرون غلاس هيك الاسم تحكي الشرك انه اعطاها قدرة 300% مقاومة للخدش و100% مقاومة للسقوط فهلو وقع هاي وقع ولا حتى خايف هات صحيح على خشب ممكن توقعها على ارض بس يعني انا مش حاسس انه كل شوية لازم اورجيكو كيف اتوقع مش لازم احنا نوقع اجهزتنا بالعمدا هاي الميزة موجودة اذا وقع جهازك بالغلط ما تخاف عليه بس مش تروح كل شي ترمي زي ما هالسنة سويت فالشاشة يا اخوان راهيبة ما بنخاف عليها وما في داعة تحط كفر عن جد ما في داعة تحط كفر انا حطت كفر لانه شكله حلو الكفر نروح نحكي عن الاداء هون يمكن عارفين شو راح احكي صح هواوي هون ما عندها احدث معالج ما عندها معالج ينافس اللي موجودين بالسوق بالمرة المعالج اللي هون كيرن التسعين عشرة معالج هم يسووه جديد بمعمارية سبعة نانومتر لا يدعم الفايف جي بس يدعم فور جي فهاي كمان نقطة ممكن تخليك ما تشتري انت بدك فايف جي عندك خيارات فايف جي اخرى لكن هذا ما بيدعم فايف جي اكيد بالارقام كل المعالجات راح يتفوقوا عليه بالارقام بالتجربة بالاستخدام على هذا الجهاز يعني عاصره وعاصر هواوي لحتى يعطيك تجربة انه احساس فلاكشب لكن بالارقام ما بيقدر ينافس كل المنافسين ما بتحس باي لاغ ما بتحس باي بطوء شغل اي تطبيق ما عنده اي مشاكل شغل الالعاب ما عنده مشاكل فعليا لكنه ليس الافضل هاي حقيقة وواقع لازم تكون عارفة بدعمه طبعا 16 جيجا بايت رام ممكن تاخد 512 جيجا ساعة او 1 تيرا بايت حسب يعني انت قديش حاب تدفع موضوع جوجل وبرامج جوجل ما انتهت موجود يا اخوان فاللي بيحكي لك لا انحلت المشاكل لا مش موضع يعني هم حتى هواوي نفسهم بيحكوا ما انحلتوا ولا رح تنحل الموضوع سياسي بحت ما رح ينحل فاذا انت بدك برامج جوجل على الهواوي بدك تنزل الجي بوكس هل تجربة الجي بوكس بيرفكت او كاملة طبعا لا يعني انا نزلت مثلا لعبة الاسفلت ما بتنزل وبتشتغل بعدين في النص بتبطل تكمل مرة كملت ومرة ما كملت هاي مشكلة طبعا مشكلة فلذلك اذا انت بدك تروح على هواوي بدك تحاول تعرف شو تطبيقات اللي بدكيها هل بلاقي بديل إلها ولا ما بلاقي بديل إلها عشان تروح وتعيش حياتك فكون يعني احنا صدنا حاكين عن هذا الموضوع بجزء ثلاثمائة الف مرة فالتكرار يمكن خلاص صار ممل صح اكيد انتوا عارفين رأي بهذا الموضوع عارفين موضوع جوجل فخلاص يعني فاهمين السماعات اللي هون ستيريو سبيكر الصوت ممتاز ما في مشاكل البصمة ممتازة بدعم واي فاي سبعة البلوتوث ممتاز 5.3 وعنده بطارية رائعة جداً 5200 ميلي أمبير انا بضمن لك تاخد تجربة بطارية ممتازة جداً طبعا فيه شحن سريع 100 واط شحن لاسلكي 80 واط زي ما اكتلكم وش لاسلكي وشحن عكسي لاسلكي 20 واط وشحن عكسي السلكي 18 واط السعر في الإمارات 5099 درهم يعني حوالي 1000 دينار أردن يعني حوالي 1400 دولار هون الاشكالي انه السعر مش هين هالمستعد تدفع 1400 دولار وتاخد هاي التجربة هاي الفكرة انا حاولت اشرح لكم التجربة كاملة التفاصيل الاشياء اللي عجبتني والاشياء اللي ما عجبتني عشان تتقرر لان القرار في نهاية قرارك مش قراري انا احكيلي شو رأيك هل حتجرب ولا لا يعطيكم الف عافية بشوفكم في فيديو قادم الى اللقاء